من النقاط المهمة برضو اللي ذكرها كابتن محمود الخطيب مبارح هو اتكلم عن ان احنا عندنا مواهب يعني تحديدا كده قالنا امتلك مواهب قروية في افريقيا يعني افضل من اوروبا كمان طيب لو اتكلمنا شوية على المواهب اللي عندنا ولو جينا قيمنا اللعيبة عندنا بتقيمهم ازاي او كابتن فاتح نصير بيقيمهم ازاي بو منتهى الصراحة بتشوف اللعيبة بتاعتنا دلوقتي ازاي لان انا لما اجي اقيم خطأ حصل وتحديدا مثلا على اثيوبيا وربنا يستر على كوريا مقدرش الوم بس جهاز فني مقدرش الوم شخص ففيه منظومة كاملة وفيه لعيبة برضو للأسف حقول ان لهم دور في ده هو ايه كانت محمود كان يقصد ان القارة مليئة باللعبين المهوبين على مستمع الشرط مصر مش ما انا ضمن القارة انا بكارل على لعبتي بقى لا ما انا حقول لحب فكان هو كان كلامه ان القارة قوية القارة مليئة القارة غنية بابنائها بلاعبيها بمواهبها وان الفرق واللاعبين المنوارين داخل اوروبا والدول الاوروبي في جميع كلام معظمهم من الفرق فبيقول لابد ان يكون فيه نظرة للاتحاد الافريقي ان انت اتحاد قوي لا تقل عن الاتحاد الاوروبي لكن التنظيم لازم يكون النقط اللي قالها واضح وحطوا لهم نقط في الكلام ده كله نجي بقى للنقطة بتاعتنا احنا كمنتخب مصر بدون بدون يعني انا مش عايز اقول تحيز او اقول اكون قاسي للأسف الكرة عندنا في مصر صناعة مع احترامي اعلامية صناعة اعلامية يعني ايه اللاعبين عندنا لا يساووا هذه الضجة لا يساووا هذا المال اللي بيدفع لهم ده كلام محترم ومش سهل نحاك تقوله لا ما انا بقول ما يساووش هذه المبارغ اللي بتدفع لهم مش ممكن اسعار اللعيبة بالملايين بارقام كبيرة جدا لا تتساوى مع امكانياتهم والمرضو في الملعب لعيب التمرير لا يوجد التمرير لا يوجد التزديد لا يوجد السيطرة على الكرة لا يوجد ضرب الكرة بالرأس لا يوجد يعني حجاك تمنى ده واحدة من دين طب ما يلعب جولف بقى بدل ما يرزين احنا كنت ما هي ده هو ده النقطة اللي احنا ما نشوف رياضة تانية فاضل ايه في اللاعب اكتر من الحديد بتقول ان هو ينقص كل التفاصيل دي بفضل فيه اه في لعبة تنقص الحاجات دي كده ايوه بدينا انا انا اسف انا بقول الكلام ده واللعبة ممكن تزع مني لا هات لعبة كتير وقول له مشوتوا على الجول زي ما بنشوت ما فيش لاعب داخل ما فيش لاعب مش بولج في الجناد الاهلي داخل جمهورية مصر العربية يجيد التزديد على المرمى انه بيشوتلي على المرمى في كل مباراة على الاقل في الشوت الاول خمس ست كور وفي الشوت التالي خمس ست كور ومن خمس ست كور دي اتنين في العرضة واحدة في الايم واثنين في الجول الفينال بتاعنا مش مش في مشكلة الفينال ده التزديد احد وسائل احراز الاهداف لو كان الكلام ده على نادي معين اقول لك ماشي منطقي انا بقول مصر انا بقول جمهورية مصر العربية واحد يقول اللاعب ده عنده هذه المهارة وبعدين ايه المهارة دي طبعا لو هي عندك مراجعة لك مرة فالصدفة مش هتعتبر مهارة المهارة هي لا تكرر ان اقدر تعملها مرة واثنين وثلاثة فيها استمرارية طبعا لاعب قاعد مثل ايه تلت اربعة تشهر مستوى ثابت ده انا بتمنى لاعب بلعب تلت اربعة مباريات مستوى ثابت مش تلت اربعة تشهر مستوى ثابت وبعدين احنا عندنا طول ما فيه الدورة عندنا بطريقة الدورة الرمضانية فده طريق اربية كانت تنفتح النهاردة لا لا الدورة الرمضانية شهر رمضان فيه تسع تشهر لا بتلعب فيها تسع مباريات بس بلعبوا سبع سبع وستة وستة انت بتلعب برضو السبع مباريات داخل شهر بقى ثلاثين يوم احداشر احداشر فانت ازاي تلعب فرق مشات كبيرة يوم الجمعة وتلعب يوم الاثنين وتلعب يوم الخميس وتلعب يوم الجمعة ازاي انت تلعب اشتركوا في القناة